وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تبذل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة وخلال كلمته في القمة الاستثنائية لمجموعة البريكس وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على معارضة مصر وإدانتها بقتل المدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات شارك سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوة للانضمام التي انعقدت لمناقشة التطورات الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في قطع غزة وقد ألقى سيد الرئيس كلمة خلال القمة بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس سيرير رمفوزة رئيس جنوب أفريقيا الرئيس الحالي لتجمع البريكس أصحاب الفخامة قاتل الدول تجمع البريكس أود في البداية تثمين الدعوة إلى هذا الاجتماع المهم كما أعرف عن خالص تقديري لقرار قمة البريكس بجوهانسبرغ بدعوة مصر للانضمام إلى التجمع وهي الدعوة التي أؤكد ترحيب بلادي بها معربا عن ثقة فأن ذلك سيتيح لنا تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على أساس مبادئ التضامن والاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي إن قمتنا هذه تأتي في توقيت حرك يشهد فيه الفلسطينيون تصعيدا مستمرا في قطاع غزة والضفة الغربية أودى بحياة الألاف من المدنيين ثلثيهم من النساء والأطفال كما تعرض القطاع بأكمله إلى عقاب جماعي وحصار وتجوية وضغوط من أجل التهجير القصري واتت هذه المشاهد الإنسانية القاسية لتكشف عجز المجتمع الدولي وجمود الضمير الإنساني السادة أصحاب الفخامة لقد رحبت مصر بالجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 27-12 الذي دعا إلى التوصل العاجل إلى هدى وإنشاء ممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء القطاع وتدعو مصر المجتمع الدولي في هذا الإطار للضغط على إسرائيل باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال من أجل الامتسال لتنفيذ هذا القرار لقد عرضت مصر وأدانت قتل البدنيين من جميع الأطراف وتدين في ذات الوقت وبأشد العبارات استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات وتؤكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إنسانية وسياسية لإنقاذ المدنيين في غزة ووقف هذه الممارسات اللا إنسانية التي تجعل الحياة والمعيشة في غزة مستحيلة مما يقبر الناس على ترك بيوتهم وأراضيهم السيدات والسادة إن مصر تبزل كافة الجهود من أجل تخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة حيث قامل بفتح معبر رفح الحدودي منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وخصصت مطر العريش ومناء العريش لاستقبال المساعدات من مختلف دول العالم ولكن تتسبب الآليات الموضوعة من السلطات الإسرائيلية في تعطيل وصول المساعدات لمستحقها ومن ثم فإنما يدخل غزة من المساعدات أقل بكثير من احتياجات أهلها وهم يتطلب وقفة من المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات بالكميات المطلوبة لعاشة أهالي غزة إن مصر كانت ولا تزال تعرض الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة وتقف ضد محاولات إرغامهم على ترك أرضهم وبيوتهم سواء بشكل فردي أو جماعي كما تقف مصر ضد أي محاولات لتهجيل الفلسطينيين بشكل قصري داخل أو خارج غزة خاصة وأن ترك الفلسطينيين لأرضهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما أن أطرحات إعادة احتلال إسرائيل للقطاع لا تزيد الموقف إلا تأزيماً وتعقيداً كما أن المجتمع الدولي يقف سابتاً كذلك أما معهم في غير مبرر من قبل المستوطنين إزاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وماما تشهد الضفة من اقتحامات عسكرية يومية من قبل الجيش الإسرائيلي ويكون لها سياسات مرفوضة تسهم في إشعال المنطقة وزيادة مناطق التوتر بها السيدات والسادة إن الأولويات المصرية في المرحلة الحالية تتمثل في وقف نزيف الدماء من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وتجنب استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة كما نشدد على ضرورة تسوية جزور السرعة والتعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام الف تسعمية سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية شكرا لحسن انتباهكم